هكذا يستاء مظهر المدينة يوما بعد آخر باتت الشوارع المعبدة في مدينة تارين بحضرموت تتأكل على حساب اتساع رقعة الحفريات العشوائية ينعكس كل ذلك على المواطنين ويزيد من وطيرة الحوادث المرورية ويكبدهم خسائر تلحق بمركباتهم ووسائل مواصلاتهم ويهدد سلامتهم الشخصية نهيك عن عاقة حركة تنقلاتهم وتأخرها الحفر منتشرة وطبعا في أغلب الشوارع يعني لا تحص الشارع ما في حفر أبدا وهذا يعني سببت كثير من الحوادث وسببت تعطيل في السيارات وعاقة حركة المرور ونناشد اليهات المختصة واليهات الحكومية في تصليع هذه الحفر من شأن يعني حتى تكون شوارع سليمة وشوارع خالية من الحفر لأن هذا والله نحن يعني شفنا بعجوننا أكثر من حادث سببه الحفر ترجع الجهات المختصة أسباب تأخر إعادة تأهيل الطرق إلى تعثر تمويل المشاريع من قبل الجهات المانحة كما هو الحال مع مشروع الصرف الصحي الذي توقف في منتصفه منذ قرابة العامين ما ترك آثاره على شوارع المدينة دون أي جهود لعادة صيانتها فعندنا في مديرية تريم أسقط لها مشروع الصرف الصحي ولكن تعثر لأن مشروع مركزي لا لنا يد عليه إن شاء الله خلال هذا العام يستكمل المشروع وباتسد الحفر أو غالبية الحفر بتسد من المشروع وباتسفلت الشوارع لأنها هي على المقاول نفسها إعادة السفلة التماء ما حفر وما تبقى نحن متواصلين مع وزارة الأشغال ومع مكتب الأشغال بالوادي أن يدخل ضمن المشاريع السوان محلية أو مركزية خلال إن شاء الله خلال العام هذا 24 يبشر بالخير معاناة متواصلة تخلفها حفر وانهيارات الشوارع في ظل غياب مشاريع الصيانة الدورية من قبل الجهات الرسمية ما عاد للواجهة ضعف الرقابة على مشاريع الطرق وعدم تنفيذها وفق المواصفات والمعايير المطلوبة إلى جانب غياب التخطيط الجيد للبنية التحتية وتكاملها مع مشروعات الطاقة والمياه عبدالله مو من يمن شباب من مدينة تريم حضر مو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر